السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبنائي وابناتي مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الرابع ابتدائي نستكمل سويا درس ملعادات الصحية التي تجنب نا الأمراض ذكرنا الوحدة الثالثة تتكون من فصلا الفصل الرابع الأمراض والعدوى وانتهينا منه بالكامل أما الفصل الخامس وهو يتكلم عن التغذية والصحة الدرس الأول المحافظة على الصحة الدرس الثاني الغذاء والتغذية ما هي المفردات في هذا الفصل؟ نسترجعها سويا لدينا الصحة وكذلك الهرم الغذائي وأيضا العادات الصحية والرياضة والنظام الغذائي الدرس الأول ما هو السؤال الأساسي يا ترى؟ كيف نحافظ على صحة أجسامنا؟ المفردات الصحة والعدات الصحية مهارة القراءة في هذا الدرس هي مهارة التلخيص كيف نحافظ على صحة أجسامنا يا ترى؟ ما هي الصحة؟ نسترجع سويا ما هي الصحة؟ هي حالة اكتمال سلامة الجسد والعقل والنفس وليست فقط مجرد انعدام المرض أو العجز لكي نحافظ على صحتنا لا بد من اتباع عادات صحية وهي سلوكيات تفيد وتساعد الإنسان على المحافظة على جسمه بصحة سليمة بعيدا عن الأمراض في الحصة الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي السؤال أجيب عن الأسئلة التالية لاحظ أو لاحظ الصور وأكمل الفراغات بما يناسبها لدينا الصورة الأولى ما رأيكم بهذه الصورة؟ سلوكم ماذا؟ يأكل؟ نعم وجبات سريعة حلويات إذن سلوك غير صحي خاطئ يعاني الشخص من هذا الشخص يعاني من السمنة أم النحافة من ماذا يعاني؟ من السمنة أحسنتم لأنه يتناول ماذا؟ بكثرة ماذا يتناول؟ وجبات غير صحية بكثرة لنشاهد سويا الصورة التالية ماذا يفعل هذا الطفل؟ ماذا يفعل؟ نعم يفرش الأسنان إذن سلوك صحي صحيح سلوكه صحيح لأنه يحافظ لأنه يحافظ على نظافة أسنان أحسنتم ضع أو ضعي علامة صح أمام السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام السلوك الخاطئ أولا أكل أكل الفواكه أكل الفواكه دون غسلها دون غسلها هل هو سلوك صحيح؟ خاطئ أحسنتم خطأ ممارسة الرياضة رائعون سلوك صحيح شخص يتناول الحلويات بكثرة نحتاج نعم للحلويات والكربوهيدرات والسكريات حتى نحصل على الطاقة ولكن بكثرة سلوك خاطئ إذن خطأ أتناول طعامي وأنا ألعب من آداب الطعام الجلوس إذن هذا سلوك خاطئ أحسنتم كيف نحافظ على صحة أجسامنا؟ أصدقائي أريد مشاركتكم مشاركاتكم حول ما تعرفونه حول العادات الصحية لحياة جيدة وخالية من الأمراض بإذن الله أريد تشاركوني ما هي أفكاركم حول العادات الصحية؟ رائعون ممارسة الرياضة أيضا النظافة ممتاز كذلك تنظيف الأسنان رائع أيضا الاستحمام جميعها تعتبر نظافة كذلك الغذاء الصحي رائعون أحسنتم نشاهدها سويا شاهدوا معي هذه الصورة وتأملوها جيدا هنا مجموعة من الصور تدل على بعض من السلوكيات أو العادات الصحية ما هي هذه الصورة؟ نعم النظافة تمشيط الشعر وغسل الأسنان هنا استخدام المنديل أثناء العطاس هنا غسل اليدين رائعون حسنتم هنا الاستحمام حسنتم وأيضا تقليم الأضافر لا بد أن نحافظ على نظافة أجسادنا حتى نصل إلى حياة صحية بإذن الله إذن جميعها نعبر عنها بالنظافة الشخصية النظافة الشخصية أولا نبدأ غسل اليدين رائعون غسل اليدين تعرفنا في بداية الوحدة كيف نقوم بغسل اليدين هل تستذكرون معي كيف تكون طريقة غسل اليدين أحسنتم نبدأ بفركها تحت الماء ثم وضع الصابون نفرق وأيضا نفرق الأصابع ونعود تحت الماء حتى ننظفها من الصابون جيدا إذن غسل اليدين من العادات الصحية فالأوساخ تنتقل إلى أيدينا في الهواء الطلق أيدينا توجد في الهواء الطلق لذلك ما هي معرضة للأوساخ وتسبب لنا الأمراض عند ملامسة الأشياء خاصة غير النظيفة لذا يجب علينا غسل اليدين باستمرار وخاصة بعد مسك الأشياء الملوثة أو المتسخة وقبل تناول الطعام وبعد الانتهاء منه من آداب الطعام أو غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء منه كذلك من النظافة الشخصية تقليم الأظافر وأيضا فرش الأسنان أو تنظيف الأسنان يجب العناية بتقليم الأظافر وغسل الشعر وكذلك المحافظة على نظافة الأسنان بالفرشات والمعجون بشكل منتظم لماذا؟ لماذا؟ لوقايتها من التسوس وعلينا زيارة الطبيب طبيب الأسنان بشكل دوري لنفحص أسناننا ونتأكد من سلامتها أيضا الاستحمام أحسنتم الاستحمام يعتبر أفضل طريقة للتخلص من كافة الأوساخ التي قد تتراكم على أجسامنا الله سبحانه وتعالى ذكر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين علينا بالنظافة الشخصية والاستحمام واستخدام الماء في النظافة ولكن دون إصراف أو تبذير لأن الماء نعمة وهي سر الحياة أيضا في النظافة الشخصية ماذا تشاهدون؟ مجموعة من الأدوات الصحية رائعون هؤلاء الأدوات عفوا أنا الشخصية هذه الأدوات لابد أن تكون شخصية لكل شخص أدواته لا نستعمل أدوات الآخرين لذلك تعدل أدوات الشخصية من أكثر مسببات نقل العدوى بين الأشخاص حيث تنتقل العديد من الأمراض المعدية بسبب تبادل الأدوات الشخصية وهذا خطأ أن تتبادل الأدوات الشخصية في مضعيننا لذا يجب عدم استخدام أدوات الآخرين الشخصية كذلك من النظافة اللباس تعرفنا في المراحل السابقة فصول السنة أربعة رائعون الشتاء والصيف والخريف والربيع ولكل منها تعرفنا على ما الذي نلبسه أو يناسب لباس هذا الفصل لذلك علينا حماية أجسادنا من الهواء أو التعرض للهواء الخارجي فعلينا اللباس حسب الأوقات أو الفصول فعند التعرض للشمس علينا ب استخدام حسنتم القبعة أيضا نظارات الشمسية استخدام واق الشمس جميعها أدوات تحمينا من أشعة الشمس نعم هي الشمس مفيدة ونحتاج التعرض لها في ساعات محددة للحصول على فيتامين دا ولكن بعض الساعات علينا تجنب الخروج إلى أشعة الشمس حتى لا تسبب لنا أضرار جسدية لذلك علينا أن نحرص على ارتداء الملابس المناسبة حسب درجات حرارة الجو وحماية الجلد وتقليل التعرض لأشعة الشمس الحارة خاصة في فصل الصيف وارتداء النظارة الشمسية لحماية العينين من أشعة الشمس ولكن علينا الحذر عند شراء النظارات الشمسية علينا اتخاذها حسب وصفات الطبيب وليس أي نظارة نأخذها لأنها قد تؤثر على النظار فالنظافة الشخصية مهمة لحياتنا ولصحة أجسامنا لنشاهد فواز وأصدقائه ماذا يفعلون في هذا المقطع وأحاط بي الأشرار فأخرجت أقوى سلاح لدي بو ما هذا السلوك لماذا تلقي بغلاف البسكويت على الأرض أنتما غضبان لأنني ألقيت غلافا صغيرا بل لأنك ألقيت بمهملات على الأرض دولنا أن نحافظ على نظافة المدرسة خلف تلك الشجرة توجد عشرات الأكياس التي رميت بها منذ زمن ولم ينتبه عامل النظافة لوجودها أود أن أخبركم أن عامل النظافة الذي يعمل في المدرسة أصابته وعكة صحية ومنحناه إجازة اليوم ولأنه من أهم الأشخاص الموجودين في المدرسة ودوره مهم جدا فقد قررت أن أعطيكم فرصة لتساعدوا ماذا عمل رائع يا أولاد أخبروني هل شعرتم الآن بماذا أهمية نظافة المدرسة نعم وعرفنا أنه لا يمكن لنا أن نستغني عن جهود عامل النظافة التي تجعل حياتنا أفضل رائع أين سامية ترى إنه يقوم بتصحيح أخطائه التي فعلها في الماضي ليتني كنت أرمي القمامة في سلة المهملات أولا بأول أنا المخطئ أنا المخطئ شاهدنا في هذا المقطع كيف كان لي النظافة باهتمام بنظافة المدرسة مهم جدا وكذلك عدم رمي الأوساخ في الأرض سواء في المدرسة أو حتى في المنزل أو حتى في الشارع حفاظا على صحة أجسامنا وكذلك نقلل الجهود على عامل النظافة أو عاملات النظافة فلذلك علينا أن نحرص على نظافة أماكننا أيضا من العادات الصحية الغذاء الصحي المتوازن كما نشاهد برأيكم أيهما سلوك صحيح أو غذاء صحيح صحيح هل هذه أم هذه نعم لأنه يحتوي على وجبة متكاملة غنية بالمواد الغذائية المناسبة أما هذه مليئة بالدهون والكربوهيدرات وبالتالي أو السكريات وبالتالي قد تضر في أجسامنا وقد تسبب لنا السمنة وأمراض في القلب للمحافظة على صحة الجسم يجب تناول الغذاء الصحي المتوازن وتجنب الإكثار من تناول الدهون والسكريات وشرب كميات مناسبة من الماء وتجنب المشروبات الغازية أيضا من العادات الصحية النوم الراحة النوم الطبيعي أخذ قصة كافية من الراحة مهم لصحة أجسامنا فالنوم المبكر يريح الجسم ويحافظ على حيويته كما يحافظ على سلامة الجسم العقلية وكذلك الجسدية وأيضا يحتاج الجسم إلى ساعات محددة ثمانية ساعات تقريبا من النوم ليلا لذا يجب أن نحرص على النوم المبكر حتى نصح أصحاء ونشطاء في اليوم التالي لنذهب للمدرسة ونتعلم من جديد لدينا نشاط استقصائي عن النوم الكافي في هذا النشاط نحتاج من كل طالب منكم وطالبة منكم أن تقوم بحصر ساعات النوم في خلال أسبوع كامل وتسجيلها في هذا الجدول وملاحظة عدد الساعات خلال الأسبوع هل كانت كافية أم لا ثم بعد ذلك نفسر البيانات بعد أسبوع فكر أو فكري عدد الساعات التي استغرقتها في النوم هل هي مناسبة يا ترى لابد أن نلاحظ ونسجل فنحن علماء والعلماء يستخدمون التسجيل دائما نستنتج ونناقش سويا حول عدد ساعات النوم مع الآخرين ونستنتج العدد الكافي لساعات النوم اليومية نستنتج أن ساعات النوم الكافية تختلف باختلاف العمر فالصغار لهم ساعات والكبار أيضا لهم ساعات ولذلك جميعنا نحتاج إلى ساعات محددة في النوم ولكن لا تقل عن ثماني ساعات تقريبا لدينا حقيقة علمية عن عدد ساعات حسب العمر في سن بداية الولادة إلى ثلاثة أشهر يحتاج ما بين أربعة عشر إلى سبعة عشر ساعة نوم الرضع من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرا يحتاج ما بين إثنى عشر إلى ستة عشر ساعة الأطفال من سنة إلى سنتين يحتاج من أحدى عشر إلى أربعة عشر ساعة الأطفال ما قبل المدرسة من ثلاثة إلى خمس سنوات يحتاج ما بين عشر إلى ثلاثة عشر ساعة الأطفال في سن المدرسة من ستة سنوات حتى ثلاثة عشر سنة يحتاج ما بين تسعة إلى أحدى عشر ساعة أما المراهقين فهو من سن 14 حتى 24 سنة يحتاج ما بين 8 إلى 10 ساعات البالغين من عمر 25 حتى 64 يحتاج ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا أما كبر السن أكبر من 65 سنة يحتاج ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميا لاحظنا أن هناك اختلاف حسب العمر ما هي المشاكل التي قد تصاحب قلة النوم؟ لذلك دائما نحرص على النوم المبكر وعدد الساعات الكافية فما هي المشاكل التي قد تصاحب قلة النوم؟ وينتج عنها ضعف جهاز المناعي ارتفاع في ضغط الدم قد يؤدي إلى السمنة والسكري يؤدي أيضا إلى الضعف في الذاكرة وكذلك يؤدي إلى أمراض أو إصابة في أمراض القلب كذلك من العادات الصحية ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ طبيب ممتاز الزيارة الدورية للطبيب لا بد من زيارة الطبيب عند شعورنا بالمرض أو الألم واتباع تعليماته عند تناول الأدوية لا يصلح أن نأخذ أي دواء دون استشارة الطبيب كما يجب أخذ التطعيمات اللازمة حسب أوقاتها المحددة لماذا يجب زيارة الطبيب وإجراء فحص دوري حتى وإن لم نشعر بالألم؟ لماذا نريد أن نقوم بفحص دوري؟ جميع الأشياء والأجهزة تحتاج إلى فحص دوري وكذلك أجسامنا تحتاج إلى فحص دوري فلماذا؟ لاكتشاف أي مشاكل غير ظاهرة ذكرنا هناك بعض الأمراض ليس عليها أو لا يظهر عليها أعراض لذلك لا بد من زيارة الطبيب كذلك لعلاج الأمراض في مراحله الأولى إذا كان هناك مرض وللوقاية وتدارك أي مشكلات صحية تكون موجودة أيضا من السلوكيات ممارسة الرياضة ما هي الرياضة؟ وما أهميتها وفائدتها لصحة الجسد؟ نتعرف عليها في الحصة القادمة ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ ألخص لاحظوا أن هذا الدرس يعتمد على مهارة التلخيص السؤال ألخص العادات الصحية التي تجنبني الأمراض نريد تلخيص ما درسناه اليوم ما هي العادات الصحية؟ أولا النظافة الشخصية مثل الاستحمام غسل اليدين تنظيف الشعر والأسناد لبس الملابس المناسبة لكل فصل وحماية الجسم من أشعة الشمس كذلك الغذاء الصحي المتوازن والنوم لساعات كافية وخاصة ليلة أيضا الزيارة الدورية للطبيب وكذلك ممارسة الرياضة ونتعرف عليها الحصة القادمة أختبر نفسي أبنائي وبناتي لنجيب عن الأسئلة التالية التفكير الناقد لماذا يجب علينا غسل اليدين بصورة متكررة؟ لماذا؟ أو منتظمة أو مستمرة؟ لماذا يجب علينا غسل اليدين؟ لأن نظافة اليدين والعناية بها تمنع أو تقلل انتقال أو انتشار مسببات الأمراض كالبكتيريا والفيروسات ذكرنا أن أيدينا معرضة للأوساخ فلذلك علينا بتنظيفها باستمرار وكذلك معرضة للمواد الكيميائية الضارة قد تسبب لنا الأذى أو بعض الأمراض الجلدية كالحساسية وغيرها ألخص أهم فوائد النوم المبكر على صحتي ما هي أهمية النوم المبكر؟ الجسم يحتاج إلى النوم ثمانية ساعات على الأقل ليلا فيجب أن نحرص على النوم المبكر لنصح مبكرا ونذهب إلى المدرسة بنشاط فالنوم المبكر يعطي راحة للجسم ويحافظ على حيويته ونشاطه ويحافظ على سلامة العقل التفكير الناقض لماذا ينصح الأطباء بالنوم ليلا لاحظوا ذكرنا أن النوم نحتاج إليه ليلا وليس نهارا لماذا؟ لأن النوم ليلا يساعد على تعزيز النشاط المناعي يقوي جهاز المناع لدينا حيث يزيد من قدرة الجسم على طرد السموم أو مسببات المرض من الجسم بنسبة 50% وكذلك يحافظ على نظارة البشرة ويجعلها بشرة صحية خالية من الندوب وأيضا زيادة تركيز الإنسان ونشاطه وحيويته وتفاعله في اليوم التالي كذلك زيادة في قدرة الدماغ في الحفظ والذاكرة نشاطنا المنزلي نشاط أسري أسرة العزيزة نريد أن نطبق سويا هذا النشاط ساعد أو ساعدي طفلك أو طفلتك في تذكر سنن يوم الجمعة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم واطلب منه تطبيقها يوم الجمعة أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا أبنائي وبناتي العقل السليم في الجسم السليم فعلينا ضد تغذية الصحية وممارسة الرياضة وشرب الماء ودمتم سالمين فمعن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر